نيجي بعد كده للتعبان أيوة والتعبان ده مش الكل يعرفه لأنه بس النهاردة بيتصدر الموائد وبعدين تسعروا مش رخيص إنما طرقه كتير جميلة برضو أشكر الإنتاج مرة تانية لأن أنا أول مرة وراء من اللي باشتغل في الأسماك أول مرة أشوف يعني تعبان عملاق وجميل بالطريقة دي برافو برافو إنتاج تطريق أنا النهاردة هعمله على شيش فيش هقطعه كده هو بالطريقة دي ولو كان القطع دي عشانها كبيرة برضو هقوم جاي فليها النحية دي فليها دي آه فليها بعد كده بقاجي أحط عليهم الآتي ملح في الفلس وتكمون وعصير لبون والتوم مهم جدا جدا وبدعك الكلام ده كله كويس وبعد كده بديها شوية مستردة ده المدية والطعم والريحة جميلة بعد كده باجي بالأعواد الخلة دي باهم عامل الآتي مدي واحدة بصلة كويس آه طوق بقى آه آه ومدي واحدة طوق آه ومدي لون آه وحفضل شغال كده أنا محب البصل المشوي جدا آه وانا جدا وانا أنا محب البصل بكل أنواع وبحس كده المشوي ده عندي البصل صيدلية متكاملة بص الصورة خلاص بقى عندك كسيخ شيش طوي آه أنا كل ده هو نايم على فكرة احنا مندينه وده حننحطه على الجيريلا آه عشان برضو هتديها إيه لا رشة زيت عليها رشة زيت بسيطة أوكي هاي بتاخد الصدمة الأول مرتين ثلاثة نسيت حاجة مهمة جدا جدا في المطق الصينوي بنحط رشة زعتر جبلي آم